انذار أحمر جديد أطلقته منظمة الزراعة وبرنامج الغذاء العالميين للتحذير من تدعيات أزمة غذائية شاملة وشيكة فيما يهدد شبح الجوع استقرار عشرات الدول فبحسب التقرير فإن الصدمات المناخية والحرب في أوكرانيا تسهمان بنصيب وافر في ارتفاع أسعار الغذاء بل وفي شح المواد الغذائية في البلدان الأكثر فقراً على نحو يبعث على القلق الشديد التقرير أشار إلى أن تدعيات أزمة الغذاء والجوع تتمدد عالمياً في أكثر من عشرين دولة تمثل بؤراً ساخنة للجوع ويتوقع أن تشهد عدم أمن غذائي حاد بداية الصيف وحتى بداية الخريف وأشار إلى انضمام دول جديدة مثل أفغانستان والصومال إلى لائحة الدول التي تقع تحت وطأة الجوع وتعيش حالة تأهب قصوى مثل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن ويعاني سكان هذه البلدان الست بحسب المنظمتين من مستويات الكارثة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من المجاعة أو يواجهون خطر الموت وقدر التقرير عددهم بنحو مليون نسمة نصفهم يعيشون في إقليم تيجريل إثيوبي كما أضيفت كينيا لأول مرة إلى قائمة البؤر الساخنة التي تمثل مصدر قلق بالغ كالسوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهيتي ومنطقة الساحل وضم التقرير أيضا ستة دول جديدة إلى قائمة بؤر الجوع الساخنة وهي سرلانكا والبلدان الساحلية في غرب إفريقيا وأوكرانيا وزنبابوي إلى جانب أنغولا ولبنان ومدغشقر ومزنبيق ترجمة نانسي قنقر